السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وكي كل اشهار لكي ميز الزواج والاشهار الاشهار يعني ان فلان زوج بفلان خاص يكون الزغاريد والضرب بالدفوف كما قال النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واعلنوا في المساجد كانت الفتحة وكان الاشهار يعني الناس كلهم كيعرفوا القبيلة والجيران بان فلان تزوج بفلانة والناس كانوا كي يعتمدوا على النية وعلى الشهود العيان وعلى الصدق لكن فيما بعد اشغل يوقع هو ان النفوس غدتغير ما اللي مبقاش الناس عندهم اتقام مبقاش الوفاء بالعهود ولا كل واحد يقول لك دخلت سوق راسك كل شا تعلق منكراها وكل يصوت على كبالته ولت الانانية والفردانية ومبقاش لك العقل الجماعي مبقاش لك الرؤية الجماعية ولا الغدر ولا الانسان كي تزوج بالمرأة بالفاتحة وانهارك تخاصم معه كي يزكبطو وشاكوشو وكي يخبر كي يقول لها في التليفون انت طالق وش هلا تشيكي يوقع للأسف حتى في عصرنا هذا خصوصا مع بعض الشابات والشباب سواء في الجامعات او بعض الناس اللي في اوروبا جالية مسلمة في اوروبا كي يقول لك ما كي يجتمع المحاكم كيتزوج بالفاتحة هذه الفاتحة المفروض يكون فيها الانسان في الصدق وفي الايمان وفي اليقين وفي التبات كيتبات على الموقف لكن الناس دا بالان تغيروا هاتش اللي وقع الام والاب ديالك كيف الزوج بالفاتحة وما البعد ولد معها وخلاها وزاد للأسف هذه الضحية مش هي بوحدها عادات كتير لهذا الان كي يدرسوا الناس في المدونة باش يكون توتيق اجباري توتيق العلاقة الزوجية من اجل ان نحفظ حقوق المرأة اولا ثم حقوق الاطفال وحقوق الاسرة الراجل كي يبقى دائما هو سيد الموقف ولكن منك يكون توتيق كي يبقى دائما الرجل عار بان ارام زواج واربي قلنا واخذنا منكم ميثاقا غريضا واخذنا منكم ميثاقا غريضا ولا بد من الكتابة ربي عز وجل في كتاب العزق قلنا غير الدين غير الفلوس الى بعض نسل في بعض الفلوس قلنا واتقوها اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملله فليملل وليه بالعدل الى ان قال الله تعالى لما كاش العدول اشغن ديره قلنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكن رجلان فراجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى اذا لم يكن هناك عدول وكتابة وتوتيق ومحاكم ومؤسسات وجانب قانون على الاقل يكون الشهود كما كان ايام زمان الشهود للقبيلة كلها ولكنتم سافرين في صفر وما كان لشهود لواله غير انتوية في الرأس وان كنتم على سافرين ولم تجدوا كاثبا فريهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتي من امنته الله تعالى اذكر لنا الامر كلها الان صار التوتيق مهم للغاية باش نحفظو الحقوق للأولاد والبنات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لا بسهلا لبارك الله فيك سبحان الله يحضر الله يحضر الله انا ما ارطيش معاك كنت في النواله والله هلالا لان اتصلت بيك وذك الرقم جاوبني واحد سيد خر الرقم اللي ايش الجلتو سبحان الله جاوبني واحد سيد خر ديك سعبش قرر ايه يا قلطي في النمار المهم ربما بحسر ايه اللي باين عراء امو يمر طلبها المس عليك الله يحفظك اللي بارك الله وفيك الله ينورك سيد الله يكبر بيك كل شي بي خير الله يحفظك ورعك سلم عليك بتاعليم ونعملك الفرسي كي سلم عليك بزاف جزاء الله الفخير الله يرحم ولينا لنا الله يسر عليك والله يكبر بيك ودعي معنا را مرضى شوية فسحد يالي الله يكبر بيك ودعي معنا الوليد اراك كي يقرر انشاء الله ينجح لي يالله يعطيك السر يخلف لي يا الطيعة ما عندي شغل هو والدين خليني خلوني صويرا ولا الا 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 الصبر ما عرص لا الحنينة دي الوالدي الا ولو وإن الله تبارك وتعالي شفنا الله يرحمك الوالدي ونعمة بالله يالذب حق آآ كانت تتوجه فق حريد في البلاد زوجه بالفتحة زمان في البلاد ايا نعم تتجوجه في البلاد بإفownik فق حفى يتحريدته ايا كانت تصنع يتحريدته ليمaware confident ايا كانت تتوجه بالفتحة زمان 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 لم خلوا للمدنية للمدراسة لا لا للمدراسة الليل�Hz فانو الله تعالى ليلة المحسنين ولمهم يكبر اسمع المحسنين الحنين ديال الوالدين ما كاناش الجوج الولد المراهخرة وتجوجات المرهجل الاخر ومهم كواش دخل الحياة دياله ولمهم ما تنزل الوالد هو لإني يالله يسمح لنا الله يسمح أهم سكينه لحقاة أولادنا ديرهم بحال بحال ما شهدك تعطيها الحنين حنا ما تعطينا الحنين شمكي وليلا يلا الله وليا الضرف ديالها وتنمع هي اللي على الطرف ديالها هي وادي إله إلا الله الله يحفظهم جميعا الله يرحم لك الوالدين ودعي معايلك الدرين ينجحوا بشخ الفعليات طيعة ما تجوجت مهمة اضراف الله والله يرحم لك الوالدين ودعينا أبحث حديالي رامضي رسوية الله يكبر بيك وتصر بيه بغيت نقولك شه الله يرحم لك الوالدين الله يأخذنا بأبينا الله يأخذك الجناة في الدنيا وفي الأخيرة الله يقوي خيلك اللهم امين شكرا لك ربحا شكرا لك للا الله يفرج عليك وعلى العائلة اجمعين وهكذا كان ايام زمان للا ربحا ما شغل في ايميل شين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله